مبروك 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 مليون مليون مبروك لكل مصر مش بس لجمهين الاهلوية مليون مبروك الفرحة الكبيرة اللي اتحققت منذ قليل وحصول النادي الاهلي بطل مصر وافريقيا على المركز الثالث وحصوله على الميدالية البرونزية في كأس العلم للاندية حيا عايز اقولكو انه فرحة كبيرة جدا تخلي الواحد يقول بالفم المليان الحمد لله على نعمة الاهلي بجد مش بس الحمد لله على نعمة الاهلي ان الواحد اهلاوي لا الحمد لله على نعمة الاهلي ان الاهلي في مصر لانه بالتاريخ وبالانجازات وبالارقام وبالفرحة الاهلي يثبت انه فرحة مصر ونجومه وابطاله هم رجالة مصر وبجد كمان انجازاته بتضاف دايما للانجازات المصرية الواحد كل مرة يحس انها بعيدة وكل مرة يحس انها خلاص راحت ويحس انه الانجاز اشبه بالمستحيل خصوصا بعد الصعوبات الكتير اللي تعرضت لها بعثة النادي الاهلي في الدوحة ومع ذلك يثبت رجالة الاهلي اولا بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى لكن يثبت رجالة الاهلي انهم ابطال 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 ويحققوا هذا الانجاز للمرة التانية في التاريخ المرة الاولى كان جيل مانيو الجزيه تريكا ومتعب وبركات وشادي محمد والجمعة والحضري جيل عظيم جدا من العمل عشر سنين عظيمة للنادي الاهلي تووجها بالبرونزية بتاعة كاس العامة الاندية 2006 النهاردة جيل مسيماني او ابناء مسيماني يكررون الانجاز برونزية العالم عام 2021 عن طريق البطل البطل محمد الشناوي وعشر ابطال معه بالاضافة للاربعة خمسة اللي نزله كمان كل الفرحة كل الفرحة الفرحة تستحق الفرحة وتستحق الشكر وتستحق التحية ما زال الاهلي يصنع التاريخ وعلى رأي اعصاب الشوالي كده يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات فما زال الاهلي لديه الكثير من الانجازات والبطولات اللي تملأ مش بس صفحات لا مجلدات ومجلدات عاش الاهلي كريما بانجازاته وعاش الاهلي عظيما بجماهيره وعاش الاهلي كمان بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى محققت دايما لاملنا خلوني ابارك للصديق العزيز واحد من صناع الفرحة كمان الصديق العزيز طارق انديل عضو مجلس ادارة النادي الاهلي واللي موجود معانا عبر الهاتف من الدوحة انتوا عارفين ان هو عضو البعثة الرسمية طبعا للنادي الاهلي وكان بيتفرج النهاردة على المباراة في الملعب بصحبة الكابتن محمود الخطيب وباقي عضاء مجلس الادارة والحقيقة طارق انديل تحديدا من الناس اللي انا بتفائل بيها والشاء حلو وطول الوقت بنهني بعض بعد المباريات والانجازات الكبيرة زي ما حصل في بطولة كاسب مصر وزي ما حصل بعد النجمة التسعة والبطولة التسعة الافريكان شامبيونز ليج او دور رابطة الابطال الافريقي اللي الاهلي فاز فيه على الزمالج بالقضية بتاعة افشة فيه نهائي دراماتيكي مثير والنهاردة كمان ان شاء الله هيتواصل معنا بس الخط دلوقتي فيه مشاكل انتو عارفين طبعا كل الناس دلوقتي بتكلم الدوحة عشان تهني الخطيب وانديل ومرتجي وكل الناس اللي شاركوا في صنع هذا الانجاز بوضع السياسات وهم مجلس الادارة وطبعا اللعيبة عايز اقول لكم لحد ما التليفون يشبك معنا عايز اقول لكم بجد انه اللي يصبر ينول ومحمد الشناوي حارس الاهلي صبر ونال مش صبر في البطولة دي ولا صبر وكان هو نجم المباراة وانقذ كرتين ثلاثة مهمين جدا ولا صبر وكان نجمل بنالتيات ضربات الجزاء وانقذ ضربتين جزاء كان ليهم يعني مفعول السحر في فوز الاهلي بالبطولة او باللقب لا لانه الحقيقة صبر من ساعة لما كان في الاهلي في العهد الاول وكان مش موفق وكان مصاب وكان طبعا فيه حضري فالقصة بالنسباله كانت صعبة فمشي وراح ولعب في مجموعة من الاندية لكن حلمه طول الوقت كان على بيته ورجع البيت ورجع البيت الحقيقة مش بس تعلق لا ضفرت نفسه على حراسة مربى النادي الاهلي وكمان المنتخب هو حارس مصر الاول بامتياز النادي الاهلي والمنتخب والنهاردة كابتن الفريق وقائد الفريق وبطل الفريق ومنقذ الفريق وقولوا عليه زي ما انتوا عاوزين تقولوا كل التحية لمحمد الشناوي البطل اللي كان له نصيب الاسد في مباراة النهاردة وطبعا اللجنة المنظمة اختارته النهاردة من اوف دا ماتش او رجل المباراة نظرا لتصدياته وانقاذه طبعا للركلة الاخيرة اللي حسمت فوز النادي الاهلي والركلة الاولانية اللي يشوفها اول بنالتي خالص كان بيشوته لعب بالميراس خد بالك الكرة دي اللي بيفهم كرة يعرف انها مهمة جدا 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 لها دي لا مش دي دا اللاسمراني اللي بيشوتها لو اللاسمراني ما مش هو اول بنالتي خالص لو تفتكروها دايما الفرقة بتخلي اول لعيب يشوت البنالتي هو احرف لعيب واكثر مهارة في اداء ضربات الجزاء اشان كنا احنا لعبنا بدر بنون احسن واحد لعب ضربة جزاء اول بنالتي وهم لعبوا اللعيب بتاعهم اللي شط اول ضربة الدربة دي كانت مهمة اوي ليه لانها بتعمل العمل النفسي سواء سلبي او ايجابي على لعبت الفرقتين فيما هو قادم من الدربات اللعيب حاب يعملها بمعلبة وحرفنة عشان يكسر معنويات الشناوي ويكسر معنويات لعبت الاهلي ويرفع معنويات لعبته وزميله اه هي دي اللي مسكها الشناوي لو خدتوا بالكو والاسف احنا ما عندناش حقوق اذاعة الضربة كان نفسي عيدها لكو بس حتى لو نعرف نجيبها كده سلفة من اليوتيوب كده في سالم ماشي ممكن قاعد اللعيب يتحنجل رجع اولا على مسافة عشرين يارضا وده معناها نوع من انواع الاستهتار شوية انه هو يعني ضامن انه هو هيلعبها وبتاعه وقاعد يرجع وبعدين يخش يمين وبعدين شمال وبعدين وقف وبعدين ام مصرع كده وبعدين ام حاجل الحجلة اللي بيعملها علي معلون عندنا هنا في الدولة المصري وبتاكل مع اللجوان ام حاجل الحجلة اللي هو يخلي جون يترمي وبعدين هو يحطها بالراحة بقى في الحنة التانية كده اللي هي توقع مع نويات اي حارس ماربة واي لعيبة الشناوي كان في منتهى الزكاء كان ثابت وهادي كان واخد دوش بارد كده اتعلم برودل انجليز فضل الوقف عامل كده لحد ما الراجل حتى قرب وقع حاجل الحجلة اي جون في الدنيا لازم يتحرك عشان بس يعرف يقفل الزاوية ولك تحرك مع الكورة اتحرك ليها وصدها ومسكها فبدل بقى بقى مردود عكسي بدل النفسية العالية اللي هو كانت حجيله ولي بقيت الزميله في بالمراس تحولت الى محمد الشناوي ولعبة بالمراس خافوا من محمد الشناوي قالك لا ده جون تقيل وثابت والشألبازات اللي احنا عملناها دي ما كانتش معاه والدليل اللي اندخل اللي هو لعب لسمراني بقى في الضربة التانية اللي ضاعت برضه من بالمراس شاتها برا الجون خد بالك اللي بيشوت كورة برا الجون ده ليها معنى اللي هي دي الاسمراني بقى اللي هو دخل تاني ضربة فامشيت الكورة جنب العرضة ليه شاتها كده جنب العرضة ده قلق من حارس المرمى هو شاف ان حارس المرمى كويس وبيعرف يوصل لحد العرضة فهو الراجل ده كان عايز يضمن الكورة على اقصى حاجة فبيبعدها عن الحارس ابعد ما يكون فطلعت منه برا فدي برضه تأثير نفسي لقوة الشناوي وتأثير تصدين الضربة الاولى بامتياز بعد كده بقى توالد ضربات الجزاء هارد لك طبعا عمر السلية مقدرش يلومه حطها كويس بس الجون البرازيلي عظيم الصد على فكرة ضربة الجزاء بتعمل السلية حلوة محتوطة في زاوية وقوية خلاص الكتاب بيقول كده كتاب ضربات الجزاء بيقولك حطها في زاوية وقوية بس الحارس كان متوقحة وصدها صد عظيمة عظيمة الحقيقة اما بالنسبة للنجم مرون محسن فانا مش عارف اقولك ايه يعني انا مش عايز ابوز الفرحة ومش عايز ابوز الليل الحلوة اللي احنا فيها دي بس يبني هو انت حتى لو بتعمل حاجة صح ما تجيش يعني الحقيقة مش اقدر هللومه لانه حاطت ضربة الجزاء كويس الجون بتاع البرازيل راح في ناحية وهو حاطتها ارضية قوية في الناحية التانية بس نقول ايه بقى في الارزاء نقول ايه في الارزاء ساب امه لا اله الا الله كلها في الجون الفدان بص الجون فدان والجون مر من ناحية التانية خلاص ورشأها في العرضة ورشأها في العرضة مش مكتبالك انا قلتلك وانت مش انت تسمع كلام ابو مراوان انا قلتها من سيبتو الشهر وكنت اول واحد يقولها ذا الكلام قبل الانتقالات وقبل البيع والشراء والاعراط والتجديد والكلام كتير اللي حصل انا قلتلك انت مهاجم كويس يا ابن الحلال بس كميتك مش ماشية مع الاهلي مفيش حد بيعاند القدر مفيش حد بيعاند التوفيق مفيش حد بيعاند الكيميا اللي بينه وبين الشباك طالما وقفة ومش جاية وكتير من جمهور الاهلي مش بالع وجودك كراس حربة خلاص ليه العند ليه العند مطروح يا ابن الحلال تشوف رزقك وانا عارب ان انت ممكن تكسر الدنيا في قندية تانية بس النهاردة عملت كل الحاجة صح وربنا بيقولك برضو مش هتخش وشوف بقى شوف بقى لو كان الاهلي خسر دا كل الكلام اللي احنا بنقوله دا والحمد الله احنا في منتهى الفرحة ان الاهلي فاز بالبرونزية تخيل لو الاهلي كان خسر النهاردة وانت كنت شاركت في القصرة دي بضربة الجزاء اللي ضيعتها ما كانش حد سبك في حالك لكن ادي الله ودي حكمته خلص يعني قدرنا ان مروان في الاهلي والحمد الله على كل شيء يعب بس هي القصة انه اه الناس اللي كانت مستعدية وسن السككين ويعني متلهفة على الشماتة الحمد الله ربنا مناولهمش الناس اللي مبيحبوش الاهلي والناس اللي كانوا مستمرين الاهلي يقع على اساس يعني ان احنا لو كنا خسرنا وبقينا ربع العالم دي وقعها يعني ربع العالم فضل عدل ونعمة فما بالك كمان ان انت الحمد لله تفوقت وتقلقت وحصلت على الميدالية البرونزية وعايز اقول لكم بس عشان الناس مبتقش اخدمها البطولة دي اللي الناس او بعض الناس مش عاجبها اداي الاهلي البطولة دي احنا لعبنا فيها تلات مطشات كسبنا اتنين وخسرنا مطش يعني نسبة مرضية جدا والمطش اللي خسرته ده خسرته من مين من العملاق الذي لا يبارى ولا يوازى ولا ينافس بايرن ميونيخ خصوصا في العهد ده فريق بيأكل كل الفرق اللي قدامه مهما كان اسمها بالسبعة والتمانية والتسعة فان عايزكم تفرحوا حتى لو بعض الفترات الاداء ما كانش قوي طبيعي جدا دي لعيبة معظمها شباب معظمها لسه بيتجمعوا وبيكونوا جيل خدوا بالكم لا الفرقة دي جيل لسه بيطلع مش جيل بيخلص مفيش بس غير الشناوي الكبير في السن البقين كلهم كلهم محمد هاني على ايمن اشرف على حمدي فتحي على عمر السلية على طاهر محمد طاهر لعيب في المنتخب الاولمبي حتى لسه مش في المنتخب الاول على مش عارف محمد شريف كلها لعيبة لسه صغيرة بنتكلم على ان العمر والمستقبل ان شاء الله ليهم يعني ده جيل الاهلي اللي حنكمل بيه ان شاء الله ست سبع ثمان سنين قدام زي ما جيل متعب وجمعة وشادي والحضري وبتاع قعد حوالي عشر سنين مسيطر على الكرة المصرية والافريقية ان شاء الله دول كمان يتوتكوا وياخدوا خبرات ويسيطروا على الكرة المصرية والافريقية فما بالك ان هم في بداية مشوارهم خدوا خبرات ان هم لعبوا باير ميونيخ وابداية المشوار برونزيت كاس عالم عايزين ايه احلى من كده فما تقرصوش عليهم وعرفوا ان هم لعيبة لسه في بداية المشوار ومحتاجين خبرات كتير بالاضافة وانا مش عايز بقى النهاردة يعني اقرص قوي بس انا بقول اهول فرح اكتمل الحمد لله بس كهرباء والشحات لازم الغرامة المالية توجع انا بقول اهول لازم الغرامة المالية توجع للشحات والكهرباء لان النهاردة زنقون زنقى بيضة زنقون زنقى بيضة لانه انتو شفتم مكناش لقين في اخر المطش العباء ينزلوا والحمد لله هو اللي ربنا سطرها تعال